هذا وأوضح سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن التطورات الحقوقية في مملكة البحرين واضحة للقاصي والداني وبأن البحرين مجتمع منفتح على وسائل الإعلام المحلية والدولية كافة وهي رسالة واضحة للعالم بمدى الحرية والتطور الكبير الذي شهدتها المملكة في هذا المجال منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بداية أود أن أشير إلى التقدم التي تحقق في مملكة البحرين خاصة خلال فترة الستعشر سنة الماضية منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد مفدى حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم وأطلق الحريات المدنية والسياسية والمشاركة الشعبية الواسعة وأطلق الرؤية الاقتصادية المبتكرة المتقدمة وأيضا تمت رعاية الكثير من الخدمات الاجتماعية والإسكانية التي وفرت النماء والتقدم وأيضا النجاح لبيئة العمل وبيئة المستدامة في مملكة البحرين هذه النجاحات وهذه التقدمات لم تكن لتحدث لولا حرص حكومة البحرين على مواكبة التشريعات الوطنية والقوانين المعايير الدولية في ذلك الشأن فأخذت عاتقها الاهتمام والحرص بتنمية القوانين متعلقة بمشاركة سياسية بإطلاق الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة المرأة والطفل وإدماج خاص ذوي اللعاقة وبالتالي هذه القوانين والتشريعات وضعت لبنة أساسية من لبنات التطور في ملكة البحرين وأصبت البحرين منحط الأنظار والبنان بالنسبة للمجتمعات والدول الثانية التي تقتدي بكل ما وصلنا إليه من تقدم ترجمة نانسي قنقر